ما العدد الذي مربعه يزيد على ضعفه بمقدار 35؟ هذا هو من ضمن موضوع الفصل الثالث المعادلات فرضية بشكل كلام سوف أحولها إلى معادلة ومن ثم أحل هذه المعادلة لإيجاد قيمة هذا العدد ما العدد الذي مربعه؟ ماذا نقصد؟ سوف أفرض العدد هو X لا نعرفه مربعه X تربيع ولدي كلمة ضعفه يقصد X ثلاثة أمثال مثلاً ثلاثة X بمقدار 35 أي يساوي 35 مقدار الزيادة يأتي من الكبير لا حد يزيط طالب نفرض العدد يساوي X مربعه X تربيع ضعفه 2X كيف أترجم هذا الكلام؟ ستبثين أنه يزيد ماذا يقصد بكلمة يزيد؟ نقول خمسة تزيد على الثلاثة باثنين هذا يعني أنه خمسة ناقص ثلاثة تساوي اثنين إذن مقدار الزيادة هو المقدار الكبير ناقص الصغير يطلع أنه مقدار الزيادة فالمربع يزيد على الضعف إذن المربع ناقص ضعف العدد يساوي خمسة وثلاثة مثل بعض الأحيان في أسلة الأشكال المستطيل طوله يزيد على عرضه بمقدار أربع يفرض البعد الصغير ثم الطول ممكن يضاف إليه إذن هذه زاد ولكن هنا عملية طرح مربعه يزيد هنا مقدار زيادة فرق نعم من يكون عندي مقدار زيادة فتأتي زيادة من المقدار الأكبر ناقص المقدار الأصغر هو المقدار الزيادة نعم مربعه يزيد على ضعفه بمقدار خمسة وثلاثين مثلا أقول ما زيادة الخمسة على الثلاثة زيادة خمسة يزيد على الثلاثة بمقدار الثلاثين ماذا فعلت خمسة ناقص الثلاثة يساوي ثلاثين إذن بنفس الطريقة أكستر يزيد على الثلاثين أكس أجري عملية الطرح يساوي أن أكس خمسة وثلاثين أصبحت لدي معادلة علي إيجاد حلها بتصفير هذه المعادلة بجعل الطرف الأيمن يساوي صفر إذا نضحنا النظير الجمعي إلى الثلاثة وثلاثين أصبحت سالب خمسة وثلاثين والطرف الأيمن أصبح صفر الآن كيف نحل هذه المعادلة كيف نحل الطرف الأيسر بطريقة التجربة مرت علينا سابقا بطريقة التجربة ولكن ضمن معادلة وليس موضوع التجربة هي من ضمن معادلة نحلل هذا بطريقة التجربة نعم نلاحظ أنه الدلالة الموجودة إشارة الحد الأخير سالب هذا يدل على أنه الإشارات مختلفة الخمسة وثلاثين ولدي اثنين أكس أبحث عن عددين حاصل ضربهما خمسة وثلاثين وحاصل الفرقهما هو اثنين نعم هما السبعة والخمسة وتستطيع التحقق سالب إشارة الوسط تأخذ تعطى للرقوم الأكبر دائما نعم الوسطين سالب أكس الطرفين خمسة أكس بجمعهما سالب اثنين أكس هو الطرف الوسط حد الوسط نعم الحد الوسط نعم 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 خاصية ضرب الصفري ساسا خمسة هنا لا نكتب مجموعة الحل هي ليست مجموعة حل وإنما مسقيمة العدد العدد ما هو العدد إذن هذا العدد أما هو يكون سبعة أو يكون سالب خمسة لو أجرينا عليه الكلام مربعه يزيد على ضعفه سوف نجد النواتج فعلا تكون خمسة إذن يمكن التحقق من القيم التي حصلنا عليها إذا أخذنا السبعة فمربع السبعة هو تسعة وأربعين ناقص السبعة هو أربعة عشر فإذا طرحنا تسعة أربعين ناقص أربعة عشر نحصل على خمسة وتلاثين وإذن إذا أخذنا السالب خمسة مربعة خمسة وأشرين وضعف وهو سالب عشر فإذن إذا طرحنا زائد عشر ناقص سالب عشر يعني خمسة conductivity زائد عشر نحصل على خمسة وتلاثين إذن كل العددين صحيح يؤدي إلى تطبيق صحيح وبالنتيجة العددين صحيحين